السلام عليكم. درسي اليوم عبارة عن سناك. درس خبيف يعني. هنعرف في الفرق بين Even though and even if. Even though and even if. كثير من درسين يعتقدون أنهما نفس الاستخدام ولكنهما مختلفين تماماً. Let's get started. في البداية تعالوا نشوف المثالين ونتعرف على الفرق ما بينهم. أولاً I'm going out right now even though it's raining. المثال الثاني I'm going out right now even if it rains. أولاً even though ومعناها بالرغم من على الرغم من أو مع أن. وتستخدم إذا كنت تتحدث عن شيء حقيقي ولا تؤثر على الفعل أو القرار الذي تقوم به. ولو لاحظنا الشيء الحقيقي في المثال السابق أنها تمتر. الآن ومع ذلك هذا لا يؤثر على القرار الذي اتخذته وهو الذهاب خارجاً. ثانياً Even if. ومعناها حتى لو أو حتى إن. وتستخدم للتعبير عن حدث افتراض أي ليس حقيقياً. وهذا أيضاً لا يؤثر على القرار أو الفعل الذي تنوي اتخاذه. لو لاحظنا في المثال السابق I'm going right now even if it rains. أن الجو لم يكن ممطراً. فمن الممكن أن يبدو الجو ممطراً أو أنها ستمطر. وهذا لا يؤثر على القرار أو الفعل الذي تقوم به. ونلاحظ الفرق فيه. Even though. تستخدم للحديث عن شيء حقيقي. Even though. It's raining. I'm going out right now. أما Even if. للحديث عن شيء افتراضي. Even if it rains. I'm going right now. لو لاحظنا أننا نستطيع استخدام Even though في البداية وفي المنتصف. وأيضاً Even if في البداية وفي المنتصف. وهذا لا يؤثر على المعنى إطلاقاً. Another example. Even though I have the money. I don't want to live in a big house. ويكون المعنى بالرغم من توفر النقود معي. أنا لا أحب أن أعيش في بيت كبير. فهنا النقود متوفرة حقيقةً ولكنك ترفض العيش في بيت كبير. فأنت تتحدث عن شيء حقيقي. ويكون المعنى حتى لو أمتلك النقود الكافية فأنا لا أحب أن أعيش في بيت كبير. فهنا أنت تتحدث عن شيء افتراضي. بمعنى أنك لا تملك النقود الآن ولكن عند حدوث هذا فأنت لا تعيش في بيت كبير. شكراً للمشاهدة. I hope you had a good lesson today. Don't forget to like the video and subscribe if you are a new visitor. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة